لكن في أوروبا نقدر نقول أنه أحياناً المشكلة بتبقى نقص الطاقة حالياً يعني الأزمة الروسية الأوروبية بين بعض الدول هل ممكن تبقى برضو مدخل للحديث عن مصادر جديدة للطاقة؟ أوروبا كمان تفكر فيها؟ بالتأكيد ما هو دلوقتي الإمدادات لما بتدتقل هم بيعتمد دلوقتي العالم استيل بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على الطاقة التقليدي يعني جزء من الطاقة بيستخدم الطاقة الجيدة ومتجددة بسي مش كل العالم طبعاً يعني دي بتحتاج تكلفة وبتحتاج تقنيات وبتحتاج حاجات كتيرة جداً وبالتالي العالم دلوقتي بيتجه إلى يدور على طاقات جديدة ومتجددة مش عشان كمان النقص لا عشان كمان موضوع التلوث وعشان تغير المناخ في المقام الأول طبعاً الأزمة دلوقتي موجودة لأن الإمدادات الروسية كانت بتدت تقل شوية وبالتالي هم عندهم مشكلة خاصة أن هم داخلين على فصل الشتاء إذن الفرص موجودة والفرص للأطياف مختلفة من الطاقة موجودة إيه القادم؟ يعني انتهى عصر الفحم بدأ عصر البترول بدأ عصر العغاز الطبيعي إيه المصادر الجديدة؟ أو طبعاً إحنا كمان شاهدنا فكرة الطاقة الشمسية وزيادة استخدامها وكل واحدة فيهم لها تحدياتها يعني لكن إيه الفرص الجديدة لمصادر الطاقة الجديدة اللي ممكن تكون مطروحة على المائدة يعني قدام قادة الدول وهما بيتكلموا عن مصادر الدول تمام هو إحنا طبعاً انتقلنا من فترة من الوقود التقليدي إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ودي طاقات طبعاً إحنا سمعنا عليها كتير يعني ومصر عندها طاقة هائلة جداً في الطاقة الشمسية في محطة بمبان في أسوان وعندنا طاقة الرياح في جبل الزيت فإحنا عندنا المصدرين موجودين ومنستخدم حالياً 20% من استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة إحنا ماشينا على التراك يعني 20% من استهلاك تفوص؟ من استخدامنا للطاقة عموماً قايمة على الطاقة الجديدة والمتجددة وده كويس جداً خلال 10 سنوات هنوصل إلى 40% وده برضو اتجاه كويس جداً بس العلقة ما ليفكر دلوقتي طيب إيه البدائل؟ إيه الجديد؟ ما هو عشان نعمل تكيف وتخفيف لإجراءات المناخ لازم نفكر مش في مصدر واحد أو مصدرين لازم نفكر في مصدر أخر وتكلفتها اقتصادياً شكلها ايه؟ بزر فوصلوا إلى طاقة جديدة ومتجددة وهي الهيدروجين الأخضر الهيدروجين الأخضر ده بيجي منين؟ بيجي من تحلل الميا يعني الميا اللي عندنا دي لو حقنا فيها مصدر كهرباء هيحول لي الميا دي الهيدروجين وأكسجين بالزبط الهيدروجين هاخده أحرقه أو يعني بالطرق العادية يعني وتحول إلى طاقة ما فيهاش سانكسي الكربون لأنها ما فيهاش زر الكربون اللي كانت بتحديد السيم مش موجود السيم مش موجود بنام السيم مش موجود دي اسمها نقدر نقول الطاقة نظيفة الطاقة تماماً لأنها مصدر ما فيهش أي كربون بس هي هو المهم بقى يعني أنا لما أحل الميا أحللها من كهرباء شكلها إيه باستخدام كهرباء شكلها إيه لو رجعت الوقود الحفوري تاني يبقى أنا برضو إيه ما كملش سك لكن لو أنا حللتها من الطاقة الشمسية يبقى أنا كده 100% عشك يسموا يمكن ناس تسألنا تقول لنا طب إحنا بنسمع الهيدروجين البني الهيدروجين البني اللي هو آيم أصلاً من مصدر تحلل كهرباء من الوقود التقليدي يعني بني يعني ما هو ما هو بقىش طاقة نظيفة قوي فيه جزء مصدره فيه آيم على الوقود لكن خطوة جيدة جداً وخطوة حلوة جداً لأنه هي بس إحنا بنتكلم على الاقتصاديات يعني الوقتي تقريباً الكيلو بتاع الهيدروجين الأقطر بيكلفنا حوالي 6 يورو وده مبلغ كبير نتصور أنه مع الانتاج ومع التقنيات الحديثة هينتقل إلى تقريباً خلال عدد من السنوات إلى 3 يورو يعني إحنا برضو ماشيين نقل كساعة كساعة